مساء خير يا جماعة أنا نايل شفعي بحقيكم في لقاء جديد من الصورة الكبيرة النهاردة 27 أغسطس 2023 لقاء اليوم هو عن موضوع تكنولوجيا الليزر واثارها في السياسة وفي الاقتصاد وناس كتير بتسألني دايما ندرس ايه او ولاديا يدرسوا ايه في الفترة اللي جاية يكون تخصص لمستقبل على العشر أو عشرين سنة القادمين فأنا بتكلم مهاردة عن الليزر بس قبل ما هدخل في هذا الموضوع ارجو يكون الصوت واضح كويس احب ان انا اتكلم بسرعة جولة سريعة على بعض الاخبار المنطقية اللي انا شايف انها مهمة ناخدها في الاعتبار وفي الحسبان احنا شفنا عملوا دوشة كبيرة مؤخرا على ان قمة البريكس الخامسة عشر انعقدت في جنوب افريقيا وانه قالوا فيها انه بالاضافة للست دول الحاليين المكونين لبريكس قاموا بدعوة ست دول اخرى منهم مصر والسعودية والامارات واثيوبيا والارجنتين ده كان الخبر طبعا الناس مفتكرة وشوفنا مصيبة الفاداحة انه يطلع واحد زي رئيس الوزراء المصري هو اول اللي ربنا فتح عليه او ده ده يعني التخلف اللي موجود انه يقولك انه يبقى كده هنقدر ناخد على طول قروض جديدة من البريكس هي كل فكرهم كله انهم يستلفوا ازاي ازاي اكتر هذه الفصيلة من الكائنات ملهاش مكان ابدا على الاطلاق في الحكم ولكن نقطة تانية كمان مهمة حصلت على جانب البريكس الحالي حابب اتكلم فيها طبعا دول بريكس حالتها الاقتصادية صعبة جدا ومختلفين مع بعض بشدة في امور كتيرة خالص ويمكن بس حب انوه انه على هامش هذه القمة الصين والهند اتفقوا على وقف اطلاق نار او تهدئة للمواجهات ما بينهم ده يمكن الاعلان رقم عشرة في خلال ثلاث سنين اللي فاتوا وكل الاعلانات السابقة لم تنجح فبس ده يدللك على قد ان مفيش تنصيق خالص ما بين دول البريكس بل هناك ما بينهم من عداوة اكتر مما بينهم من وفاق وفي منهم اللي قاعدين يعني فترة برازيل لما كان موجود بولسنارو كان موجود في الحكم هو كان شغل مخبر يعني عشان ينقل اللي بيدور جوه بريكس بس ما فيش حاجة تستاهل انه ينقلها مهم يعني مش دي النقطة النقطة اللي بقولها انه شي جيمبينج ظهر مظهر كان متجهم جدا هو ومساعديه بل وكان في نفس الوقت كمان جه على فجأة لم يخرج لم يلقي كلمة الصين يعني الصين لم تلقي كلمة لها في البريكس وكل من المستغرب اللي حاصل هناك ازمة ما او هناك خطأ مخاطر تقلق الزعيم الصيني بس دي هنبقى نرجع لها في موضوع تاني مش ده موضوعنا النهاردة ده خبر رئيسي طبعا احنا شايفين المشكلة اللي بتعتمل في امريكا ما بين ترامب وما بين بايدن دي مشكلة تانية وعندنا اللي بيحصل في روسيا بعد مقتل بريجوجين وانه فيه تطور كبير للقتال وده يمكن ده السبب الرئيسي اللي خلينا فكر في موضوع الليزر النهاردة نائب رئيس الوزراء الروسي اعلن منذ حوالي اربعة ايقى خمس ايام اعلن انه روسيا طورت سلاح ليزر جديد وتم انتاجه تم بالفعل انتاجه وتوزيعه بكميات كبيرة على الوحدات القتالية مباشرة بعد اقل من اربعة وعشرين ساعة من هذا الاعلان فجينا بايلون ماسك طالع وبيقول انه هو عقد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا حاجة مستغرب لها جدا وازاي يطلع هو ويكلم مع بوتين بدون علم الادارة الامريكية فهو طلع بيان ايلون ماسك وقال ان انا اخبرت الادارة الامريكية بس بعدها بيوم طلع وقال انه كان معاه في المكالمة الهاتفية كان معاه كولين كال كولين كال طبعا لو المتابعين هنا للصورة الكبيرة كولين كال ده صاحبنا اللي كان مساعد وزير الدفاع مساعد وزير الدفاع الامريكي ده اللي كان عامل بودكاست هو وكاتلين هيكس مباشرة قبل انتخاب بايدن كاتلين هيكس هي حصلها على الدكتوران من الام اي تي الست اللي كانت بتصحى كل يوم السبح ساعة ثلاثة السبح عشان تراجع نتائج الصور اللي واخدها الاقمار الصناعية والطائرات لمواقع قصف المسيرات في سوريا والعراق وافغانستان فبتراجع صور الدمار عشان تقرر بسرعة الساعة ثلاثة السبح تقرر ايه الهجمات تكون فين اليوم التالي يعني هجمات اليوم التالي تكون فين دي كاتلين هيكس مهم اول ما جي بايدن عين لاثنين حطت كاتلين هيكس هي اصبحت نائب وزير الدفاع وحطت كولين كال مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسات الغريب ان كولين كال اعلن فجأة انه مغادر لمنصبه الاسبوع الماضي وبالرغم من ذلك لقينا ان هو بعد من ثلاثة ايام ايلون ماسك بيقول ان هو كولين كال كان معاه على الهاتف حين اتحدث مع فلاديمير بوتين المكالمة كانت بانه كل ما رشع عنها هي انها تتعلق باسمه سبيس لينك اللي هو التزويد ان شركة سبيس لينك التابعة ليلون ماسك بتقوم بتزويد والتوصيل انترنت وصلة انترنت للجيش الاوكراني في اماكن القتال في اوكرانيا يعني كل الكماندن كنترول نتورك الايمة للجيش الكل الجهاز العصبي للجيش الاوكراني قائم على شبكة اتصالات قائم على اتصالات ساتلية الاخمار الصناعية من ايلون ماسك فروسيا اعتبرت ان ده يعتبر عمل عدائي بالنسبة لها يبدو هما ما قالوش بالضبط ولكن يبدو من الكلام اللي قاله ايلون ماسك ايلون ماسك بيقول انه اكد انه الاقمار السواتل اللي هي بيسموها بالخطأ اقمار صناعية تابعة لا تعمل لا تؤدي خدمات في مناطق الجبهات الجبهة الشرقية لاوكرانيا يعني الجبهة اللي حاليا بيدور فيها القتال اللي هي بيسموها الهجوم المضاد الاوكراني اللي عايزين يزقوا يزيحوا الروس من الاماكن اللي خدوها الروس في بداية العملية الخاصة اللي كانت في فبراير اه عشرين اتنين وعشرين ما نعرفش ايه نتيجة المكالمة ده تنتهت على ايه ولكن هي الفكرة كلها انه روسيا بتقول احنا اصبح عندنا سلاح يقدر يوقع اي مسيرة او ساتل قمر صناعي من موقعه في السماء يعني يدمره ويوقعه فعلى طول مباشرة ايلون ماسك طلع قفز وقال اه عمل مكالمة دهت احنا لو نتذكر انه هو من حوالي ستة شهور ايلون ماسك قال انا خلاص انا هوقف اي خدمة بعملها للجيش الاوكراني وانه لازم اه البنتجون او ايا كان اصدقاء اوكرانيا لازم هما اللي يدفعوا التكاليف دي ما نعرفش ايه اللي حصل بعدها يعني لم يذكر حل تم الاتفاق على دفع فلوس او شيء ولكن الخدمة واضح النهاردة من بيان ايلون ماسك انه مازالت الخدمة مازالت مستمرة للجيش الاوكراني احنا انا هنا ما بتكلمش بصدد انه الخدمة موجودة ولا مش موجودة او انه مين بيدفع الفلوس انا اللي يهمني في الموضوع كله هناك تكنولوجيا جديدة بتغير اشياء كتيرة على الارض ده اللي انا مهتم بيه ولذلك انا قلت دي فرصة ان انا اتكلم على حكاية الليزر لان احنا قريبين من فترة احنا في فترة الصيف اللي بيبقى الناس دخلة وتقدم على جامعات وتدرس ايه واكثر من شخص قاعد يسأل عن ايه التخصصات الجديدة فاحنا من من اهم المجالات الجديدة اللي بتفتح اقتصاد جديد وبتغير شكل الارض هي الليزر الليزر هو عبارة عن ضوء بطول موجة معين بيخرج من مواد بالقاء طاقة على مواد مختلفة كل واحدة فيهم بتنتج ضوء بطول موجة مختلف وبقوة مختلفة عن اخرى في منها بتطلع الدول اللي طالع منها بيطلع قاتل ممكن ما يكونش قاتل ممكن يكون يوصل مدى بعيد فعلى سبيل المثال انا في مجال عملي هو انه لاتصالات الكابلات الالياف الضوائية اللي بيطلع من الياج ليزر اللي بيطلع اللي هو ده بينتقل لفترات طويلة ومش محتاج اعادة تكرير او رفع قوة البث فيه لفترات لمسافات طويلة فبسبب الحكاية ده مهم جدا في التصالات الالياف الضوائية ولكن هناك انواع اخرى من الليزر اللي بتنتقل بقوة اعلى بكتير وتكون ممكن تكون قاتلة فده برضو ده مجال اخر احنا شفناه واتكلمت عنه هنا يمكن كتير على الاربع خمس مرات من قبل حدث مهم جدا حصل سنة 2018 سنة 2015 الصين لاول مرة في تاريخها تعلن عن انها بصدد انشاء قاعدة بحرية عسكرية خارج الصين وده كانت اول مرة تعلن حاجة بشكل ده وقالوا انها دي قاعدة اسناد ستنشئها في جيبوتي فمجرد ما قالت هذا الموضوع قررت الصين انها تنشئ قاعدة بحرية في جيبوتي في منطقة هناك اسمها دورالي ميناء صغير اسمه دورالي في غرب جيبوتي مدينة جيبوتي ما حدث بعد ذلك انه هناك قاعدة جوية رئيسية للقوات الجوية الامريكية موجودة في الطرف الشرقي من جيبوتي ففي هذا المكان زي ما انتوا شايفين هتشوفوا في الخريطة هنا الموجودة هنا هتلاقوا ان فيه قاعدة امريكية موجودة اسمها معسكر ليمونية فمعسكر ليمونية في قاعدة جوية كبيرة والطائرات المقتلة بتطلع منها طول الوقت الطيران بيطلع تجاه الرانويز بيطلع متجه الى الغرب فاكتشفوا الصينيين او على الصين على سنة 2015 بدء الانشاء 2017 افتتحوها 2018 طلعت مقالة وحيدة يتيمة في والل ستريت جورنال يعني مش في جورنان ناكرة واعلن انه هناك مشاكل كبيرة في استخدام القاعدة الجوية الامريكية في جيبوتي وانه بسبب انه الصينيين بيقفوا في مباني داخل القاعدة البحرية الصينية وفي ادهم ليزر وبيوجهوا الليزر في عيون الطيارين اللي لسه منطلقين من قاعدة ليمونية الامريكية فنتيجة لهذا الامر قالوا الليزر اللي بيوصل لعنين الطيارين هو بس كل اللي بيعمله انه بيزغل العينيهم ولكن هو ببساطة انت ممكن تغير بس طول الموجة اللي طالع من الليزر تستخدم ليزر مختلف من نفس المكان ويصبح قاتل ممكن يصيب هؤلاء الطيارين بالعمى او يقتلهم فنتيجة لهذا الامر فورا في 2018 قررت امريكا فورا فتشف ملفاتهم انه لازم تنتقل لهذه القاعدة لم تعد صالحة احنا فاحنا بنشوف هنا اللي بيحصل هنا في الحالة دي كل الشعوب الارض ليها مفكرين استراتيجيين فاحنا فيه عندنا الفريد ثير الفريد ثير ماهن الامريكي عندنا مكيندر عندنا اسمه جونتشو الصيني احنا في العالم العربي عندنا الفكر الاستراتيجي كبير بيقوده عندنا مفيش عندنا مفكرين استراتيجيين ولكن عندنا صباح فخري مطرب القدود الحلبية كلنا عارفين صباح فخري وعارفين هو بيقول لكم من الشباك هرميلك حالي فده هو دي الفكرة كلها انه من شبابيك القاعدة البحرية الصينية كانوا بيوجهوا الليزر يزغلل ويعمي عيون الطيارين دي كانت الاستراتيجية ونجحوا فيها بهذا الشكل الصين تمكنت من طرد امريكا من القاعدة الوحيدة لها على باب المندب باب المندب تاني اهم ممرة بحري في العالم وبالتالي بعدها على طول احنا شفنا انه الفكرة كلها انه دلوقتي امريكا مهتمة بشدة انها تعيد رسم الخريطة وعايزة ميناء يبعد شوية حاليا الرينج المدى بتاع اسلاحة الليزر حاليا في حدود حوالي 20 كيلو متر فهم بيفكرون عايزين يطلعوا بحتة بعيدة شوية تكون مثلا حوالي 100 كيلو متر الى الشمال ماش عايزين يبعدوا قوي عن مضيق باب المندب لانهم عايزين يسيطروا على الباب المندب او يفضلوا مسيطرين على الباب المندب فالحل لها ايه يطلع فوق فين المكان ميناء عصب في ايريتريا في جنوب ايريتريا او ده اللي بيسموه من زمان بريطانيا الانجلو ساكسون تفكرهم واحد هو و هو سواء كانوا بريطانيين او امريكان فالانجلو ساكسون من زمان من الثلاثينات وهم عايزين ياخدوا ميناء عصب لان ميناء عصب مهم و سموه رواق الجمال ده اللي يقدر يبقوا فاتحينه على باب المندب و يقدروا يسيطروا عليها و ما يخلوش اي قوة منفسة سواء كان الالمان او الروس او الصينيين ياخدوها منهم فعايزين ياخدوا ميناء عصب ولكن عصب ما تكونش مع ايريتريا عايزين ياخدوها تبقى دولة جديدة دولة جديدة موجودة تكون حليفة بشكل طبيعي تكون معادية للي حواليها فبالتالي ملهاش ملجأ غير الامريكان زي مين زي الحبشة الحبش في شمال اثيوبيا فالحبش حاليا هم مسيطرين على كل اثيوبيا بس هو دلوقتي لازم يغيروا يفككوا اثيوبيا و ياخدوا دولة صغيرة كده و يبقى اهم عنصر فيها ان يكون لها ميناء عصب هو منفذها على البحر لان ده اللي يبقى فيه قوات الجوية والبحرية الامريكية متمركزين دي الفكرة احنا بس شفنا ان ده تكنولوجيا واحدة زي ما تكنولوجيا زي البواخر ما اول ما طلعت غيرت شكل العالم كله هو لو لم تكن هناك بواخر لم يكونوا ليفكروا في قناة السويس على سبيل المثال فاحنا نفس الشيء دلوقتي احنا الليزر وصل فدلوقتي عايزين بيغيروا خريطة العالم كله عشان يناسب هذا السلاح الجديد فخلينا نحن نكلم على الموضوع الجانب السياسي منه وبعد كده ندخل على الجانب التقني والجانب الاكاديم ازاي يفتح فرص عمل للشباب الجديد فاحنا ده حالين اللي احنا بنشوفه وانه عايزين هيغير شكل الخريطة العسكرية تماما احنا شفنا كمان فيديو طلع لو تعملوا كليك هنحط لكم رابط ليه لأول مرة في من حوالي ثلاث شهور القوات البحرية الصينية استخدمت سلاح الليزر ضد السلاح البحرية الفلبيني وشافوا ان وازهر ان الليزر اللي بتستخدمه الصين القاتل بقى هدي المرة مدى حوالي عشرين كيلو متر فلما بيجي السفينة اللي متركب عليها هذا السلاح الليزر قادر انه يدمر اي شيء في مدى عشرين كيلو متر منه عمليه خطيرة جدا وانت خلاص مرة واحدة اصبحت الذخائر كلها اللي انت عندك اصبحت كلها ملهاش اي لازمة كل الاسلحة اللي انت بتجيبها والبرود كل حاجة ايمة على قوة نيران لم يعد لها لازمة انت عندك دلوقتي بقى الطاقة اخرى بتستخدم كسلاح على وهي الضوء فانت سلاح البصريات دلوقتي هو ده اصبح هو ده اللي هيشكل العالم في الفترة القادمة فاحنا وامريكا طالعة وبتحاول تقول كمان واحنا كمان عندنا ابحاث وعندنا اسلحة بنجربها في البحرية الامريكية فيها ليزر حلو بس يعني ان احنا كده بتادينا نفهم انه يبقى كل الكلام الفارغ بتاع انك تجيب تحط مدافع قد ايه والمدفع قدرته قد ايه والكلام ده كله وعيار قد ايه عياره كل كله 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 من الماضي انت بالظبط كما لو كنت بتتكلم دلوقتي على حدوة الحصان ايام ما كان العجلة الحربية لها اهمية كانوا مهم جدا تقول العربة الحربية او العجلة الحربية بجرها كم حصان وحتى عشان كده اول ما طلعه محركات سيارات كانوا بيقسوها بالحصان دي قدرة كم حصان ولكن خلاص انتهى الموضوع ده كله لم يعد يبقى باقي لك شيء من تكنولوجيا اللي بتدعم الحصان وهذا الشيء الا انك صناعة الحنطور وما تبقى عندنا هو الحنطور فانت نفس بالنسبة لسقطين الاعدادية اللي راحوا لم وكميات مهولة من الحديد المصدي على شكل طيارات وحاملات مروحيات وحاملات طائرات وغوصات كل ده راحت عليه كل ده راحت انت غير قادر انك تستخدمه ده نمرة واحد ونمرة اثنين انت ولا فاهم الدنيا دي كلها راحت راحت عليها خالص من زمان مش ده مش ده همي وانا مش جاي هنا عشان اتكلم على البهائم الحاليين احنا بنتكلم على قدام شكله ايه وازاي نقدر نستفيد كافراد قبل دول في هذا الموضوع مين اللي هيتزعم مين اللي هيبقى عليه طلب ايه التكنولوجيا اللي عليها طلب في الفترة القادمة ديت هم عندك اول شيء خالص الفيزياء الفيزيائيين عليهم طلب هائل ويمكن وكمان ومعهم بلا شك علماء المواد مهم جدا عليهم انتاج ايه المواد الجديدة اللي تقدر تخلقها تصنعها بحيث انه تقدر تنتج منها ضوء او الليزر بالمواصفات المطلوبة سواء كانت الاتصالات لعلاج امراض لحد يروح يعمل ليزك عشان يستغنى عن نضارة او عنده مية بيضة او مية زرقة في العين كل الكلام ده كله بيعالج حاليا بالليزر تشخيص امراض كل ده بيتم حاليا او بدأ يتم بالليزر فده مجال هائل ده اللي بيشتغلوا فيه لا هم مهندسين ولا هم اطباء ده اللي عبارة عن فيزيائيين بيشتغلوا علماء مواد ويمكن ده كويس عشان ده يديك فكرة انت مش محتاج تدفع فلوس قد كده عشان تخرج ابنك دكتور او مهندس ده انت افياد لك وافياد له بكتير او حتى مبرمج لا انت دخلوا فيزيائي دخلوا كل العلوم ده دلوقتي انسب بكتير جدا جدا وهنشوف حاجة تانية حابب اتكلم عليها انه الاستخدامات العسكرية للليزر كمان هائلة بدرجة انه زي ما قلت انه كل شيء بيشتخدم فيه البرود دلوقتي اصبح ممكن يتعامل بطريقة افضل بكتير وادق بكتير بالضوء فبالتالي انت مش محتاج ان يبقى فيه طيارة ولا زنانة عشان تضرب ناس على الارض لا الطيارة ولا الزنانة افضل منها انهم بيدربوا على طول شعاع ضوء ينزل يضرب الهدف ونفس الحكاية وعلى استراتيجية استاذنا وعمنا الكبيرة اللي يرحمه صباح فخري ومن الشباك لرميلك حالي هو برضه من الشباك لرميلك انت ممكن ترمي الزنانة اللي عايزة تضربك او الطيارة اللي عايزة تضربك انت بس توجه لها الليزر ينشاها هنشوف الكلام ده كتير في الفترة القادمة ومنتج هذه الالعاب الضوئية هتبقى يبقى كتير طبعا كلمة العاب فيها استخفاف ولكن هي مهياش العاب خالص فإحنا ده الاقتصاد الجديد اللي بيتولد خليك تبقى ما انت يا تبقى يا تركب النمر يا النمر يفترسك ده اللي بيقولو الصينيين فانت ملاك شغل حاجة من اتنين دول يا تركب التكنولوجيا ديت يا اما التكنولوجيا دي انت هتكون هتسقط ضحية لها فريسة لها بس هذا كل ما في الامر وانا يعني لو عايز انا هبقى اعمل تسجيل عن تفاصيل تقنية عن موضوع الليزر وايه امكانياته وازاي نقدر نتحرك فيه واسألوني نشوف ايه الحاجات انا شايف ان ده يبقى شيء اكتر من رائع لو الناشئ الجديد يدرس هذا المجال وتدخل وتعمل حاجة مميزة لبلدك ولنفسك الاول ولبلدك ولاختصادك ترجمة نانسي قنقر